اشتركوا في القناة طبعا في الاستفتاء الافريقي حاجات كتيرة جدا اتعامل القهرباء في النادي الاهلي بامان عشان برضو نتكلم بكل امانة يعني نتمنى ان كل الامور دي امور عادية جدا بتحصل مع اي لعب مرة بيبقى فوق مرة بيبقى يعني مستوى تحت شوية امور مش عايزين شخصا الامور ان الكهرباء مرحش مع النادي الاهلي عشان فرح اخته لان ده فعور فقورة القدم والاحتراف اللي احنا فيه مش موجود عشان بس برضو نتكلم بكل امانة لكن انا شايفه لعب مجتهد لعب عنده مصابرة لعب عنده كفاح اللي حصل لكهرباء ومشكلته مع النادي الزمالك اعتقد قد ممكن تؤثر على اي لعب بحجم كهرباء او اكبر من كهرباء كمان فيه اداءه في الملعب نتمنى له ان شاء الله التوفيق وتبقى الامور دي تنتهي تماما ويرجع ويثبت لكلر ان هو محمود كهرباء بتاع السنة او سنتين اللي فاتوا مع النادي الاهلي اللي مقدي اداء مميز جدا اللي عامل في مكان غير مكانه مستوى مزهل ومستوى متميز نتمنى له ان شاء الله التوفيق طبعا رجعوا طبعا لعبة النادي الاهلي بعد رحلة شقة من السفر للمشكلة في نفط مصر في الطيارة ثم في كماسي في غانا في كماسي في اكرة في لعب المباراة يرجعوا خدوا اجازة رجعوا النهاردة التدريبات طبعا في ملعب تيتش نهاردة الصبح كولر حصر طبعا يعني حرص على محاضرة نظرية كده يشوف فيها اللعبين والمباراة والرحلة والجهزية لانه عنده ماتشات في الدوري وعنده ماتشي ان شاء الله في افريقيا مع شباب بوليس داديوم الجمعة الدينية كلها زحمة زي ما تكلمنا على الزمالك والجدوى المسحوم زي ما تكلمنا على خلاص بيراميز خلاص تفرغ ان شاء الله للدوري ربنا يكرمه كل الامور دي ان شاء الله نتمنى لها التوفيق في الفترة اللي جاية يعني اصابات الاهلي بقى عنده اصابات منها اصابة لواحد من اللاعبين المميزين اللي تكلمنا عليه ممكن ضيوفي اللي يبقوا ان شاء الله يعني معايا يتكلموا على قصة ياسر ابراهيم واداءه مميز جدا راي في توريا ما كانش حطه في حساباته الولد مقد امداء مميز جدا افريقيا ثم كأس العالم الاندية ثم السوبر المصري في دولة الامارات العربية ثم بعد كده يستبعده ثم يحل بديلا لأسامة جلال ثم يتواجد مع النادي الاهلي عامل اداء مميز في ظل ان عبد الملعم يعني بعيد عن التركيش شوية لان عبد الملعم نعب كبير مش عايزين نقوله عبد الملعم لا مستوى قليل او 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 لا عبد الملعم طبعا بعيد عن التركيش شوية ياسر ابراهيم شايل دفاع النادي الاهلي بشكل مميز جدا وبالتالي هو يعني حسابات كولر اكيد هتتغير في فترة اللي فاتت عندنا طبعا محمول متوالي كان عنده بعض المشاكل وكان فيه كلام انه ممكن بقاش بتواجد مع النادي الاهلي في فترة الانتقالات الشتوالي لكن خلاص الدنيا خلاص مفيش جديد فيها الراجل موجود مع النادي الاهلي وكمان مثلا نتكلم كمان على خط وسط النادي الاهلي ندفيد والسلية من شركة بعد غياب طويلة للنتفيد ومن شركة بعد غياب طويلة للسلية الاتنين قدوا اداء مميز جدا جدا مع امام عشور اللي يوم ورا يوم ومباراة ورا مباراة وبطولة ورا بطولة بيثبت انه لعب من طراز فريد ولعب مميز جدا وجوده في النادي الاهلي مهم جدا زي ما النادي الاهلي كان محتاج لعب بحجم وقيمة امام عشور نتمنى ان شاء الله كمان اضوي كريستو واحد من اللاعبين المميزين اللي مالوش حظ مع النادي الاهلي اللي عنده اصاباته وبالتالي اصاباته مأثرة عليه في الفترة الاخيرة كل ده كان كلام وعن النادي الاهلي وطبعا استعادات النادي الاهلي لان كل فرق كل لاعب مهم جدا بالنسبة للمدير الفني سواء بيشارك او ما بيشاركش لانه لو بيشارك محتاجه لو بيشاركش محتاجه يبقى بديل او بديل كف او محتاج لعب واثنين وثلاثة في كل مركز وهو ده دايما الفرق الكبيرة بيبقى عندها زخيرة من اللاعبين المميزين في كل مركز لعب واثنين وثلاثة لعب بيشارك لعب بديل لعب متواجد في حالة عدم وجود الاثنين اللي قابليه بيشارك لو مش موجودين هيا دي لازم التركيبة اللي بيعملها تعملها لجنة القرى مع المدير الفني بتعملها مع مدرب الأحمال بتعملها مع المدير الفني في التاكتكال اللي بيعملوه انه دايما يبقى عنده البدايل الجهزة